يا دكتور ممكن تفهمني حضرتك على أي أساس عايزين يتم رفع السعر الدوبي هذا رغم أن المواد الخام في العالم بتنزل أنتوا بتقولون أن المشكلة هي المادة الخام طب أدا المادة الخام بتنزل نمرة اتنين يعني إيه يتم منع توزيع الأدوية على الصيدليات تحسباً لارتفاع الأسعار ده كلام خطير طيب أنا الأول تسمحي لي أخرج عن النص شوية اتفضل طب حضرك قبل الحلقة كلمنا حضرك أسارتي الموضوع المفقودين أبناء أنا من كفر الشيخ وأنا ما عليش بخرج عن الموضوع شوية لأن دول أهم يعني هم اللي شغلين بالي دلوقتي دول فيهم ناس قريبي ومن دائريت الانتخابية وناس بينه وبينهم سلة أرحام أنا روحت النهاردة وزارة الخارجية قبلت مساعدة للسفير أشرف موافي السفير أحمد باقدين وتم التواصل مع سفير المصري في ليبيا وبعدين تصل بيه أخر نهار وأخبرني أن فيه تواصل مع المجلس الرئاسي في ليبيا ومع وزير الداخلية لكن الأمور بتتم بصورة هادئة بعيدة عن الإعلام عشان طبعا دول وأنا قلت ده المستشار أحمد أبو زيد المتحدة باسم الحاجة وعدك إن شاء الله خلال حلقة يكون وصلنا للأخبات لأن فعلا أنا أتمنى الأمور تمشي بهدوء لأن طبعا دول خطفوهم عشان موضوع دي وممكن أو يجندوهم لحساب داعش أشعرنا مع أهليهم إن شاء الله نطمنهم خلال حلق ومطلوب بجيب علي أن أنا طيب نرجع لأهلك التانيين أهل للسيدلة والمرضى أنا بصفة دلوقتي يعني الأول لو اتكلمت كسيدلي الأول إحنا في حاجة وضرورة إنها تحصل زيادة في الدواء تحصل زيادة في الدواء بمعنى إيه؟ إحنا دلوقتي لما حصلت أزمة المحليل المحلول بستة جنيه ونص اتباع بخمسين جنيه في السوق السوداء وكان الناس بتشتريه هل معناها إن احنا نقننه بخمسين؟ لا فيه مسؤولية سياسية على الوزارة اللي ثابت الأسعار تخرج من تحت إيديه وكان فيه رقابة طالبنا إن رقابة الإدارة تتدخل وتدير المصانع اللي بتبيع بأسعار على هواها تحت سيطرة الدولة طيب إحنا الوقت النهاردة المعلومات اللي احنا عارفينها كبقى كنائب دار حوار أكثر من جلسة جلسات استماع من بعد زيادة اللي هي في 30 أو في شهر 5 اللي فات ما بين نقابة السيادلة وغرفة صناعة الدواء والإدارة المركزية للسيادلة وكان وزير الصحة من ضمن الجلسات موجود معنا في المجلس طيب إحنا الوقت فجأة الدولار رفع من 9 جنيه أو من 8 جنيه و80 قرش إلى 19 جنيه طيب إحنا النهاردة لما نتناقش ونشوف أليها للتسعير ولا نفاجأ بقرار زيادة عشوائية زي اللي فات طيب النهاردة ونفاجأ أن الحكومة تاخد قرار برفع الدعم عن حاجة فلانية زي ما حصل في الدواجن وتتراجع عنه تاني ولا يبقى فيه حوار مفتوح مع جميع الأطراف المعنية إحنا في دعم مصر في مجلس النواة بصفة ودية تم دعوة غرفة صناعة الدواء للحوار لمشاكلهم يعني يصفة ودية؟ بصفة ودية يعني إحنا كان لابد أن نحن تدخل دخلين على أزم الدواء تدخل لأنه كنتوا لإقتلاف لصاحب الأكفرية ده كلاما لكن إحنا وإحنا الواتي وإحنا مناس سلطة رسمية على غرف صناعة الدواء نسائل من؟ نسائل وزير قطاع الأعمال أو نسائل وزير الصحة كون إن إحنا بنجيبهم الأول بصفة ودية زي ما إحنا عملنا قبل كده جلسة استماع ما بين غرف صناعة الدواء وكان معانا بعض زي ما ترحمت بقول بعض المستوردين المواد الخام طيب بدون ذكرى إسماء والناس عرضت إن هي تحضر معانا في لجان تسعير الدواء بصفة برضو ودية لكن إحنا متكلم بصفة رسمية ودلوقتي بنقول إن هيحصل أزمة في الدواء تحصل أزمة لو ما حصلش التحريك لنسبة مقوية من الأصناف طب أنا بس عايزة عشان ما يبقاش كلام بيتقال في الحلقة أو خلاص دكتور عوف بيقول لي كنت بنشتري المادة الخام بسعر 88 دلوقتي بنشتريها بزيادة على الأقل 110% فحسبيها هتلاقي إن إحنا لازم نحرك السعر بالنسبة دي دكتور فارق بيقولك لا بقى معلش أسعار المادة الخام نزلت في العالم كله إذن أنتوا عايزين تعملوا أرباح على حساب المرضى أرد على دكتور عحمد دلوقتي المادة الخام بتمثل كام من تكلفة المنتجة طرعالي 34% 34-5 يعني تلت التكلفة طب أنا عندي بقى التغليف ما عنديش حاجة بانتجها في مصر أنا ما بدفعش عن غرفة صناعة لكن إحنا متكلم كلام عملي من واقع اللي إحنا شايفينه قدام عينينا إنه هناك هناك ما عنديش إحنا في مصر حاجة بننتجها لصالح الدو من أول الكرتون للبولوكسلين بتاع البلاستيك للشريط حتى الغلافة اللي هي السيليكون بتحطي فيها الدو بتكله ده النهاردة إحنا طالبنا بقى عشان نخرج من الآزمة قلنا اللاجنة الصحة لا أنا عايزة أفهم حاجة عشان يبقى الكلام واضح وصريح هامش الربح بتاعك وكام أنت بتكلمينه أنا سأقل لا سأقل لأ سأقل لأ سأقل لأ لا سأقل لأ سأقل لأ غرفة الصناعة يا سيدي أنا أولا كم تعمليش مشاكل مع صناعة ده أنا لسه حلاها أنا بتكلم على صناعة الدواء طيب أحسن أنا مصنع الدواء أنا راجل سيدالي في القصد هو نائم فعند مسؤولين حضراتكم عادتوا مع الناس بتوع صناعة الدواء عادنا معاهم ما فيشنا معاهم أولا لو أنا أعدل في الاجتماع ده هتكلم فهامش الربح حاجة بتقول لي المادة الخامة 34% ماشي ومش عارفة الورق والكرتون أيوة بيعملوا هامش الربح كام هامش الربح المفروض أنه تحت سيطرة الادارة المركزية لا سيضالة لأن هي اللي بتعمل ايه هي اللي بتعمل تكلفة الانتاج وهي اللي بتحط السعر هي اللي بتسعر الادارة المركزية مش الشركة اللي بتسعر حضراتكم بتعملوا ايه في الاجتماعات ماهونا لما كون قاعدة مع بتوع صناعة الدواء ايوه اسألهم لا اسأل اقول هامش الربح انا مقدرش هامش الربح برد علي اقول ايه بيرد علي اقول ايه 5 و 20% في دواء يا جماعة شركات ومصانع بتخسر 100% بتخسر لكن في شركات تانية بتكسب 100% وحاجات تانية انا بقى عايز اعرف انا راجل خسران اسنده لكن راجل كسبان انا اصلا ما اكسبه ده اللي كنا بنطالب بيه محن تقول حتكسبتين اكمل حوار احنا قلنا عشان نوصل لحلول عملية واحد واحد تشكيل اللجنة لجنة وزارية من 6 وزارات ايه فايد ايه حكمة من اللجنة الوزارية عندنا وزير الصناعة وزير الصحة وزير قطاع الاعمال اللي بيرقص شركات قطاع الاعمال ووزير الاستثمار ووزيرة التعاون الدولي ايه حكمة من وزير التعاون الدولي عشان يبقالها دور في دعم شركات قطاع الاعمال اللي هو بيموت يوم عن يوم لان احنا دلوقتي ادوية القطاع العام اللي اسمع خطط طويلة الامر او متوسطة الامر انا بتكلم عن ناو اللي هم برضو يبقالهم تدخل في ايه دلوقتي وزير المالية يحضر ليه في الاجتماع ده عشان يشوف الية رفع الجمارك والارضيات اللي مبارح كان معانا رئيس مجسدار الشركة الجمهورية في المجلس والان انا دافع بطلبونه مليون جنيه ارضيات في الجمارك لان المنتج بتاعي الخامات بتاعتي في الموجودة اه اه دي كارثة كبيرة مش بس في الدواء اذا مهدي مهدي لو حملة عبء زيادة طبع لذلك احنا طالبنا ليه بقى وزير المالية موجود وزير الصناعة موجود وزير